قتل أربعة أشخاص وجرح عشر آخرون في انفجار وقع في واد حميد قرب مدينة الملاهي على أطراف بلدة عرسال مصدر عسكري لبناني رفيع قال لوكالة الأناضول أن الجيش استهدف بصاروخ جو أرض عربة مسلحة لمجموعات سورية متشددة ما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين وقال المصدر أن الشحينة التي استهدفت بصاروخ كانت تحمل رشاشا مضادا للدروع لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش المجموعات المسلحة التابعة لجبهة النصر وتنظيم داعش في هذه المنطقة الحدودية رواية الأناضول قابلتها معلومات أخرى من داخل عرسال أفادت بأن عدد القتل بلغ سبعة